من كورونا التجهي المتحور المتلون وسمه إنشئت إلى العراقيين في شتى أنحاء العالم تحديدا في بابل نداء من جائحة تنشر المرض إلى جائحة تنهش لحم العراقي وخيره وماله ليس سخرية إنما حقيقة وكأن كورونا الفيروس أعلن استسلامه أمام غرابة في الفساد وصلت حد وباء الاختلاس والسرقة لكن هذه المرة إلى حيث يبحث العراقيون عن نتائج إصابتهم بالفيروس التاجي وهنا تكمن المصيبة في اختلاس فحوصاتهم وموادها من محافظة بابل بعد أن كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة عن ضبط حالة اختلاس نفذها موظفان أحدهما تسلم رشوة والثاني استحصل على مبالغ جباية أكثر من المقرر في القانون يحدث هذا والعراق غريق في فقد الأرواح جراء كورونا والفقر والجوع والبطالة وفسد سياسيين وأحزاب لسن حال يقول إن علماء العالم وجدوا لقاحا لكورونا لكن على العراق أن يجد لقاحا لفيروس الفساد قبل أن يتحول لبركان يحرق مستقبل البلاد ترجمة نانسي قنقر